يا نغمة الشران صباحك فل وحاق يا طهر ونبغات صباحك وبياذ الروح صباح الروح يا وراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء خاص بعنوان آثار أكل الحرام عنوان خاص بعنوان آثار أكل الحرام أو عقوبات آكل الحرام ما هي العقوبات التي توعذ ربنا بها المصر على أكل الحرام هذا اللقاء أقول خاص لماذا؟ لأنها عقوبات كثير من الناس ساقط فيها وهو لا يشعر أو وهو يشعر أبدأها من عند هذه المقدمة التي أنا وأنت وأنت كلنا في حاجة أن يستمع إليها هذه المقدمة تقول أن المسلم والمسلمة يميزوا وتميزوا عن غيره وعن غيرها بماذا؟ بأن حياتنا محكومة بالضوابط الشرعية المسلم حياته محكومة بالضوابط الشرعية غير المسلم حياته منطلقة مفتوحة الذي يحكمه يحكم غير المسلم الذي يحكمه هواه مزاجه العادات والتقاليد أو القوانين الوضعية البشرية القاصرة الجائرة أكرر حياتنا محكومة بالضوابط الشرعية الحلال عندنا هو ما أحله الله لا المجتمع ولا الهوى ولا المزاج الحلال عندنا هو ما أحله الله ورسوله كذلك الحرام الحرام عند المسلم هو ما حرمه الله ورسوله حتى وأن كان يكره المجتمع ويكره مزاجه ويكره القانون الوضعي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ومن ذلك إذا أراد المسلمون أن يأكل فلينظر في هذا الأكل فإن كان حلالا أكل وإلا ترك إذا أراد المسلم أن يشرب فينظر فإن كان حلالا شرب وإلا ترك إن قدم له خمر ينظر هل الخمر حلال إن كان حلالا شرب وإلا ترك كذلك يقدم له من قبل صديق عزيز إليه يقدم له سجارة فينظر فيها إن كانت حلال شرب وأخذ واستلم وشكر وإلا ترك وإلا ترك وإلا ترك فالمسلم حياته مميزة عن غيره لا يتحرك إلا بأمر الله ولا يسكن إلا بأمر الله يدخل المسجد وقت الصلوات لماذا؟ لأن الله ينادي عليه في هذا الوقت فحياتنا منضبطة بالضابط الشرعية في كل أمور حياتنا ومن أهم المجالات التي يتحرى المسلم فيها الحلال شيء يسمى بالمطعومات الأكلة والمشروبات الشربة المسلم يتحرى هذه جيدا جيدا لماذا؟ هذا الأمر يتفرع منه فروع كثيرة جدا تخاطب كل مسلم ومسلمة أكرر حياتنا منضبطة الأكل والشرب الأكل والشرب خاصة نهتم به ليه؟ لأن آكل الحرام توعده الله بهذه العقوبات الأتية ومن فضل الله عز وجل على الناس جميعا أن جعل دائرة الحلال واسعة جدا وجعل دائرة الحرام ضيقة جدا ومع هذه السعة ومع هذا الضيق إلا أن كثيرا من الناس يصرون على الحرام وهو على أنواع سلاسة أقبلها أذكر بقول ربي عز وجل يا أيها الناس هذا خطاب من الله لجميع الناس لمسلم والغير مسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يبقى كل اللي في الأرض حلال طيب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا من تدبر هذه قال بقلبه الحمد لله يعني يا ربي كل حلال نعم كل حلال نعم وقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يبقى الله زللا كل ما في السماوات وما ينزل منها وما يخرج من الأرض كل هذا من عند الله عز وجل دائرة الحلال واسعة جدا كلوا مما في الأرض حلالا كلوا مما في الأرض كلوا حلالا طيبا فكل ما في الأرض حلال إلا إذا جاء نص بالتحريم وهو قليل كما قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كذلك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فمن اجتنب الحرام بعدما ذكر به هذا حرام إذا اجتنبه وتركه لما أقول لك لحم الخنزير حرام شرب الخمر حرام مخدرة حرام السجار حرام إن اجتنبت هذه المذكورات وعزمت أن تتركها وتقبل على الحلال وعدك الله بالفلاح يعني إيه الفلاح يعني كل مرغوب ترغبه وكل محبوب تحبه ربنا يعطيك ويسهل ويزلل ويقرب لك ذلك ما الذي تريده كل اللي انت عاوزه ربنا عز وجل يعطيك إياه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون هذه متوقفة أو متعلقة على تركك لكل حرام فمن ترك الحرام قاصدا بذلك ابتغاء وجه ربه ولا سوف يرضى ربنا يعطيك عطاء ترضى به ومع ذلك كما قلت كثير من الناس مع سعة دائرة الحلال كل حاجة حلال إلا هذه المحرمات ناس كثيرة جدا مصر على السقوط في الحرام وهو على سلاسة أنواع النوع الأول أكل أو شرب الحرام ولو بمال حلال لحم الخنزير حلال والله حرام حرام يأكل حرام ولو حتى اشتراه بمال حلال اشتغل في عمل حلال وكسب مكسب ثم اشترى به لحم خنزير اشترى به سجايا هذا نوع النوع الثاني أكل أو شرب الحلال بس بمال حرام رجل يسرق ويشتر لحمة رجل يسرق رجل يسرق ويشتر طعام لأهل بيته أكل الحلال بمال حرام النوع الأول أكل الحرام بمال حلال النوع الثاني أكل الحلال بمال حرام النوع الثالث التكسب بوسيلة محرمة واحد بيتاجر في الدخان واحد بيتاجر في الخمر واحد بيتجر في المحرمات ثلاث أنواع العقوبة الأولى أو الأثر الأول من آثار أكل الحرام أو العقوبة الأولى اللي ربنا توعد بها أكل الحرام ربنا توعده بدخول النار ربنا توعده بدخول النار صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث سنذكره بعد ذكر هذه القصة قصة ربما استمعنا إليها كثيرة والله في مرة ذكرت بهذه القصة القصيرة في أحد المساجد وبعدما انتهيت فوجئت بالناس جايين يقول لي يا شيخ راجل في دورة المياه رجل في الحمام هيموت هيموت ليه الراجل بعدما سمع هذه القصة داخل الحمام وضع أصبعه في فمه وكان هيموت نفسه علشان يرجع الأكل اللي كله بعدما ذكر أن هذا الأكل يكون سبب في دخوله النار قصة أبي بكر رضي الله عنه مع هذا الغلام زيد بن أرقم يقول كان لأبي بكر غلام فأتاه بطعام الغلام جاب لي سيدنا أبو بكر جاب له أكل فتناول أو فأكل أبو بكر منه لقمة لقمة ثم وقف مش أي حاجة نكلها ثم سأل الغلام من أين أتيت بهذا الطعام قال له مررت بقوم في الجاهلية أيما كنت جاهل قبل ما أدخل الإسلام مرت على قوم في الجاهلية فتكهنت لهم فأعطوني هذا فعلم أبو بكر إن هذا الطعام هو حلال ولكنه جيء بمال حرام فقال أبو بكر لهذا الغلام كدت أن تهلكني هتوديني في مصيبة هتدخلني النار فوضع أبو بكر أصبعه في فمه وجعل يتقي يحط صبعه عشان يرجع اللقمة لقمة واحدة مش رغيف وأكل يوم وأسبوع وسنة وعيش عمر يكل في الحرام لا وضع أبو بكر أصبعه في فمه وجعل يتقي ما خرجتش اللقمة إلا بالمية يحقش ربقه مية ويحط صبعه ما نزلتش يحط صبعه ويحط المية لغاية ما خرجت اللقمة فقيل له كل هذا من أجل لقمة لقمة واحدة تخليك تعمل كده في نفسك قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي يعني مع روحي لأخرجتها لو اللقمة دي هتطلع بروحي روحي هتطلع من جسمي مع خرج هذه اللقمة من بؤي أو من جسمي لأخرج يعني موت وما بقش لقمة حرام في جسدي ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به أيما لحم نبت من حرام في رواية من سحت فالنار أولى به وأنا أقول كلمة سحت أتذكر هؤلاء الذين يقبلون الرشاوي رشوة بعد رشوة حياتهم كلها كده تلاقي القبض بتاعه يدوبك يستر به وعايش عيشة كريمة ولكنه طماع في الدنيا قناع في الآخرة الآخرة يقول لك يا عم بس ندخل الجنة شأن المسلم طماع أن يسكنه الله أعالي الجنة أن يسكننا ربنا الفردوس الأعلى من الجنة هذا مطلبنا وهذه غايتنا أما هذا المنافق لأنه قبل الحرام وتوعده الله بدخول النار ومع ذلك يصر قال أبو بكر فخفت أو فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة خايف أن حتى أدى كده تزيد في جسمه من لقمة فكان هيموت نفسه لذلك أبو بكر في الجنة والله أبو بكر في الجنة والله أبو بكر في الجنة تحلف لي يا شيخ لأن رسول الله قال ذلك ونحن أمرنا أن نصدقه في كل ما أخبر أبو بكر في الجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خايف لقمة تدخل جسمه واخد بالك يا مسلم مجرد ما قدم له الطعام كان لقمة وقف منين كل مسلم ومسلمة يسأل الأكل ده منين مش بتكلم عن الأكل الحرام الأكل الحرام ده مش هنقرب له خالص أما الأكل من أكل حلال باكل فول باكل لحوم باكل باكل منين والمال جمنين وهكذا ينبغي أن نسأل أنفسنا وأن نقيا يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أبو بكر خايف أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه وسمعه منه صديقه وحبيبه وصديقه أبو بكر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه أول جزء في الجسد كله بينتن البطن قال فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل اللهم أطعمنا الحلال واجبنبنا الحرام يا أكرم الأكرمين النبي بيقولك بيحذرك أول جزء بينتن من الجسم هو البطن فما تدخلش في البطن حاجة حرام عاهد ربك اكتفي بذكر هذه العقوبة وهذا الأثر الأول آثار أكل الحرام آثار أكل الحرام أو عقوبات آكل الحرام العقوبة الثانية يعاكبه الله فيحرمه استجابة الدعاء يعدل يهرب 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 ولا يستجاب له عقوبة من الله عز وجل نعوذ بالله من هذه العقوبة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المرسلين وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه امر الرسل على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام ثم زكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل زكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعس أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له ذكرنا من البداية أن كل حاجة حلال إلا ما جاء النص بالتحريم ومع ذلك نسمه صر على الحرام ومن هؤلاء هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر وفي السفر الدعاء مستجاب وسيأتي إن شاء الله أشعس أغبر شعر منكوش أو التراب أو لبسه أديم أو مقطع أشعس أغبر يمد يديه إلى السماء في حالة الشعس والإنسان متبهدل كده خاصة من أثر سفر الطاعة كالحجاج يا رب رزقنا الحجة بعد الحجة والعمرة بعد العمرة يا رب العالمين خاصة من كان هذا الشعس وهذا التراب الذي عليه وشعره ولبسه أدمهدل بسبب سفر طاعة هذه الحالة حالة الشعس يستجاب فيها الدعاء وسيأتي إن شاء الله ثم قال يمد يديه إلى السماء وحال مد الإيد ورفع الإيد تزلنا له يستجاب الدعاء ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له يعني دعاء مش مستجاب سيدنا سعد نبي القصر رضي الله عنه يسأل رسول الله أن يجعله مستجاب الدعوة يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يا أيها الذين أمنوا قلوا من طيبات أي الطيب فقط خبيث حرام لا ما يقربش من إيدي مش من بؤء ولا بطني لا ما يقربش من إيدي سيدنا سعد رضي الله عنه فكان من أكثر الصحابة من أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معروف باستجاب الدعاء يرفع يديه يقول يا رب يستجاب له فلما قيل لهم في ذلك لما سئل في ذلك قال والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت ما فيش لؤمة في حياتي كلتها حطتها ببؤئي إلا وأنا عارف جاية منين ومصدرها إيه هكذا كان سعد رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة هم مستجابين كلهم الدعاء الواحد فيهم يدعو مستجاب ولكن أكثرهم ومعروف وصل الصحابة بذلك سيدنا سعد رضي الله عنه لما اجتنب الحرام لما أطاب الطعام ما أكل إلا الطيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي ولك ولكي قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يا رب جنبنا الحرام الطعام الحرام والشراب الحرام واللباس الحرام وطهر بوتنا من كل أنواع الحرام يا رب العالمين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر وذكرنا أن السفر يستجاب فيه الدعاء بعض الناس في السفر بيسل نفسه بالأغاني إن لله وإن إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شك فيهن سلاس دعوات مستجابات لا شك فيهن يعني لا شك أن الله سيستجيب الدعاء ما هذه السلاسة قال دعوة المظلوم وإذا ذكرت كلمة المظلوم لابد أن يذكر معها ظالم يبقى فيه ظالم وفيه مظلوم أيهما أنت أيهما أنت هل أنت الظالم أم المظلوم الكل يزكي نفسه في أي خلاف يقول لك فلان ظلمني ما يقولش أنا ظلمت أبداً ما يتهمش نفسه إلا المؤمنون الصادقون هؤلاء يتهمون أنفسهم المؤمن الصادق يتهم نفسه بل ويسارع ويبادر إلى أخيه قبل أن يلقى الله وعليه خطيئة حت الزنب صغير قد يكون هذا الصغير في نظره كبير عند الله عز وجل كما قال أنس في البخاري قال إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات قال دعوة المظلوم وأكرر ادعي ربنا وأول وأولي اللهم طهرني من كل أنواع الظلم اللهم طهرني من كل أنواع الظلم وإن ظللت مزكي نفسك فدع ربنا أول اللهم رد خصومي عني اللهم رد خصومي عني واحدة سألتني كيف يرد خصومي عني يرد خصومك عنك الله عز وجل هو مالك القلوب هذا الخصم اللي في مرة من المرات أنت بغير قصد أو بقصد ظلمت في مرة فهو أصر أنه مش هيسمحك يقول لك لقائي بك عند ربي سألتقي بك عند ربي سأخذ حقي منك عند ربي الدنيا ملينا ظلم الدنيا فيها جبابرة والضعيف مش عارف ياخد حقه من هذا الجبار المجرم الظالم فبيقول سأخذ حقي منه عند ربي وهو مصر على ذلك مش هيسمحه لو أن هذا لو أن هذا صدق في توبته مع ربه سيردي ربه عنه قلب هذا الخصم فربنا يتولى خد بالك يا مسلم ويا مسلمة أنت لا تملك قلبك النهاردة أنت فلان إذا ذكر أعوذ بالله وتشمزه وتدهي وربنا انتقم منه ممكن بعدها بلحظات فلان هذا هو نفسه يذكر فتلاقي قلبك تغير عارف ليه قلبك ليس بيدك ولكن بيد ربك لذلك يا مقلب الكلوب سبت قلبي على دينك فسارع بدر ورد المظالم إلى أهلها وإن عجزت أو ما استطعتش أقول يا رب رد خصومي عني اللهم ردهم عني يا رب تولى كلوبهم وردهم عني إن عجزت الظالم احذر قول النبي صلى الله عليه وسلم سلم اتقي دعوة المظلوم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم تطلع مباشرة تطلع مباشرة إما أن تنزل العقوبة مباشرة وإما أن تؤجل بل من علامة تخفيف العقوبة أن تنزل العقوبة مباشرة أما إن أجلت فيويلك يا ظالم يوم القيامة وقبل القيامة يويلك عند الخاتمة ستفضح ستزل ستمرض ستفضح وهكذا نعوذ بالله من الظلم ادعى ربنا الله مطهرني من كل أنواع الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شك فيهن لا شك أن الله سيستجيب هذا الدعاء في هذا الموطن قال دعوة المظلوم ودعوة المسافر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر ففي أثناء السفر الدعاء مستجاب فأحنا ما نشغلش نفسنا بله وباطل شغل أغاني وشغل موسيقى واحد أو واحدة خاصة الشباب اللهم أدي شباب المسلمين يا رب العالمين احفظهم بعنايتك واكلأهم برعايتك اللهم من أحب أن تشيع الفاحشة بين شباب وبنات المسلمين يا رب افضحه واقسم ظهره اللهم من ساعد على انتشار الفاحشة بين شباب المسلمين يا رب افضحه ورد كيدهم في نحره يا رب العالمين الشباب بعض الشباب ومسافر بياخد معه شريط شريط عشان يشغله شريط ايه؟ أغاني بدل ما ياخد شريط كرآن شريط محاضرة يذكر فيها الناس وياخد أجر كل الركاب قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم انت في أثناء السفر دعاؤك مستجاب والله قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أثناء السفر مش هنشغل نفسنا بهذا ولا ذاك ولكن هنشغل نفسنا بالدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المصدوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده كذلك دعوة الوالد على ولده احذر ايها الاب احذري اياتها الامة ان تدعو وان تدعي على ابنك او على ابنك اتدي على ابنك او على بنتك احذر حسن يكون باب الدعاء مستجاب باب السماء مفتوح ودعوتك على ابنك تصيبه تصيبه وكم من أب دعا على ولده فابتلي الولد وكم من أم دعت على ولدها أو على ابنتها فابتلي الابن أو ابتليت البنت اللهم احفظ أولادنا ولا تحزن قلوبنا في واحد من أولادنا ولا واحد من أولاد المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تحزن قلوبنا في واحد من أولادنا ولا في ولد من أولاد المسلمين يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاس دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المصدوم دعوة المسافر دعوة الوالد لولده دعوتك مستجابة أيها الأبد وإيتها الأمة اوعى اوعى تقنط دعوتا اوعى تقنط بالطه مش تقنط بالته القنوط بالطه اللي هو اليأس من رحمة الله ومن استجابة الله الدعاء أما القنوط دعاء فوعى تقنط من رحمة الله أنا دعيت للولد بالهداية والولد زي ما هو دعت له تاني وتالت في السجود وطلعت حجة وطلعت اعتمر خاصة علشان أدعي الابن بالهداية ولا زال أبشر أبشر له موعد له موعد سيحقق الله رجاءك ويستجيب دعاءك ولكن الله يحب دعاءك يأتيك الشيطان ويقولك قد مللت أو قد دعوت قد دعوت فما عدش بيستجاب لي فلم أرى يستجب لي فتستحسر عند ذلك وتدعي الدعاء لا دوسوسة الشيطان عليه العائن الله اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد لولده كذلك آياتها الأمة ادعي ادعي يا رب يا رب اهدي ابني يا رب اهدي ابني صلاتك المستقيم حبب ابني في الطاعة حبب ابني في المساجد حبب ابني في الكرآن حبب ابني في صحبة الطاعة حبب ابني في صحبة الكرآن اصرف عنه السوء وأهل السوء وأماكن السوء قبح الحرام إلى عين قلب ابني وإلى عين قلب بنتي ادعي ربنا النبي قال دعوة ما فيها الشك إنها مستجابة وقد تتأخر قد يكون التأخير علامة حب ربنا لهذا الذي يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر رجل يطيل السفر أشعس أشعس يعني أشعس كما ذكرنا هدوه مقطعه شعره على الطراب هو امترب مش راجل كده شياكة لا رجل أشعس قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأشعس قال رب أشعس أغبر زي طمرين مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبر يعني إيه قال رب أشعس أغبر ذكرنا زي طمرين ما لبسه مقطعه مرقعه مدفوع بالأبواب حب يتزوج ذهب إلى هذه أغلق الباب في وجهه ذهب إلى السنة أغلق الباب في وجهه ذهب إلى صحبة يجلس معاهم أغلقت الجلسة في وجهه مدفوع بالأبواب هذا إذا أقسم على الله أبرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالميزان التفاضل عند الله التكوى مش وزير مش وزير ولا رئيس ولا غني ولا قوي ولا مشهور أبداً والله رب أشعس أغبر زي طمرين مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبرة فلان مريض جابوا له الطبيب ما نفعش جابوا طبيب تاني ما نفعش جابوا كونسلط أطباء جابوا طأمة أطباء ومع ذلك خلاص حلته ما يؤوس منها هذا الأشعس الأغبر صاحب الملابس المرقعة المدفوع بالأبواب لو أقسم وقال يا رب أقسمت عليك أن تشفي فلان لشفاه الله انظر لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل مر رجل أو مر رجل هذا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بجوانه ماذا تقول في هذا هذا رجل من أشراف الناس رجل كريم رجل محبوب رجل مشهور رجل عنده مال هذا إن خطب حرين أن يمكح معنى الحديث هذا إن ترك باباً كل البيوت ترحب به هنيئاً لمن تزوجها يفرحوا به هذا إن تكلم يسمع له ومع ذلك مر رجل آخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ماذا تقول في هذا هذا رجل من فقراء الناس من ضعفاء الناس لو تزوج أو لتقدم هذا يرفض إن تكلم لا يسمع له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى محلها القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم رب أشعس أغبر زي تمرين مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره يبر الله قسمه ذكر النبي الرجل يطيل الصفر أشعس أغبر أشعس أغبر مدفوع بالأبواب يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له حالة تلتة يرفع يديه إلى السماء حال رفع الإيد يستجاب الدعاء معنى أن أنت عامل كده يعني أنت في صورة ذل ليس إلا لله العزيز من تزلل لله عز وجل العزيز أعزه الله ومن تزلل لغير الله وتعزز هو بعزيز من بتوع الدنيا أزله الله يعز من يشاء ويزل من يشاء سبحانه وحده بيده الخير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير نك على كل شيء قدير فلا تطلب خيرا ولا عزا ولا كرامة ولا أمنا ولا أمانا إلا من الله المالك الملك المالك للملك الملك أي الآمر في الكون فلا يأمر في الكون إلا المالك الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أذكر نفسي وإخواني به كثيرا قال اللهم أعزني بطاعتك ولا تزلني بمعصيتك الطاعة عز والمعصية ذل اللهم أعزني بطاعتك ولا تزلني بمعصيتك كما قال وإن كان في سنة دعاء ضعف إلا أن المعنى عظيم ومشهود له من القرآن والسنة قال اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك اللهم أغنني بالافتقار إليك إن احتجت حاجة فسجدت وقلت يا رب يبقى أنت غني إن احتجت حاجة وروحت لفنان يبقى أنت فقير روح إلى الله اذهب إلى الله اسجد لله ثم يزلل الله لك الأسباب اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين الله يستحي إذا رفعت يديك إليه وقلت يا رب الله يستحي أن يرد يديك هاتين خائبتين صفرا لابد أن ترزق ارفع إيدك إلى الله عز وجل ولكن في خطبة الجمعة والإمام يخطب إذا دعا لم يرد في السنة رفع الإيد أثناء الخطبة إذا زمنت الإمام يدعو أنت تقول آمين هذا السابت عن رسول الله وعن الصحابة صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن الصحابة إذا زكر التلاتة قال زكر رجل يطل الصفر أشعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستجاب هذا الاستفهام استنكاري يعني لا يستجاب لهذا الآكل الحرام الشارب الحرام هذا لا يستجاب له نعوذ بالله من عدم الاستجابة دا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها استعاذ رسول الله من دعوة يدعو ربه بها ولا يستجاب له دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر أكل الحرام الأسر الأول دخول النار الأسر الثاني الأسر الثاني لا يستجاب له دعاء أن يستجاب له وذكرنا سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه من أكثر الصحاب وكلهم ولكنه كان مميز بهذه من أكثرهم تحري لللؤمة للشرب لبق المية لذلك كان أكثر الصحابة مستجاب الدعوة ولما سئل في ذلك قال ما ذكرناه الأسر الثالث أو العقوبة الثالثة يعاقب آكل الحرام بتكاسل عن العبادة كيف ينشط وقد غزي بالحرام هذا اللي بيرزق النشاط آكل الحلال أما آكل الحرام يعاقب بهذه ويتصف بصفة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وإذا قاموا إلى القرآن قاموا كسالة وإذا قاموا إلى المعصية قاموا بنشاط استعاذ رسول الله من الكسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل الكسل هذا حاجة يسيرة عند الناس قد يكون هذا الحائل بينك وبين دخول الجنة عند النوم من السنة تتوضى إن توضعت عند النوم ربنا يجعل لك ملك يبات فيه شعارك يعني ملاصق ليه؟ يعني يبقى قريب جدا منك لما تتقلب بالليل وانت نام متوضي تتقلب كده تتقلب كده الملك يدعو الله لك ده شرط إنك تنم متوضي واحد نفسه وعرف ومع ذلك كسل واحد قاعد في البيت سمح حي على الصلاة بعدها إيه مسلم؟ بعدها حي على الفلاح يعني إن أديت واستجابت يستجيب الله لك فيرزقك الفلاح تفلح تنجح قال النبي أو قال في الأذان نستمع إلى حي على الصلاة بعدها حي على الفلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من نعوذ بك من العجز والكسل آكل الحرام يبتلى بالكسل يقوم إلى الصلاة كسلان آكل الحرام يبتلى بالركون إلى الدنيا آكل الحرام يبتلى بالركون إلى الدنيا ندعو الله كثيرا فنقول اللهم اجعل الآخرة نص بعيني اللهم اجعل الآخرة نص بعيني اجعل الآخرة أكثر تفكيري وأكبر همي ده في الآخرة إما جنة وإما نار يا رب جعلنا من أهل جنة فريق في الجنة يا رب جعلنا منهم فريق في الجنة قول أمين فريق في الجنة اللهم اجعلنا منهم وفريق في السعير ففي الآخرة المنصرف إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار نعوذ بالله من النار نار لا طاقة لبشر ولا لشيء سميت بالحطمة النار يحطم بعضها بعضا تخيل إنسان يسقط في هذه النار ويسقط برأسه يسقط برأسه نعوذ بالله فآكل الحرام آكل الحرام يركن إلى الدنيا تبقى الدنيا همه يزعل ويفرح من أجل الدنيا تفوت الصلوات مش مهمة يفوت الكرآن مش مهمة مقاطع الرحم مش مهمة ظالم الناس مش مهمة ركن قلبه إلى الدنيا آكل الحرام يبتلى بعدم المبالاة يروح المسجد يوم الجمعة رايح يقضي جمعة مش ترى عشان يستمع إلى الزكر بكى جزع النخلة أو بكى جزع الشجرة بكى جزع النخلة لما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر من خشب فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الجزع وصعد المنبر الجزع استشعر فراق الزكر استشعر فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وأنى وصرخ وصرخ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه التزمهم ثم قال والذي نفس بيده لو لم التزمه لظل هكذا أن يبكي إلى يوم القيامة لأنه فارقه الذكر الجزع الجماد بكى لمفارقة الجزع ناس كتير جدا تروح الجمعة آخر واحد يدخل وأول واحد يخرج إن استطعت في المسجد أن تكون أول الداخلين وآخر الخارجين فكن وفي الأسواق حيث الغش وحيث الحلف بالله كذبا وحيث السرقة وحيث وحيث إن استطعت أن تكون آخر الداخلين وأول الخارجين فكن شر بقاعة الأرض والمساجد خير بقاعة الأرض وكأن أرض المسجد فيها شوك دخل يدوبك قبل الإقامة الشيخ بيخلص الخطبة دخل عدم المبالاة في ناس أخرى بتذهب إلى المسجد مبكرة وتستمع وكله عزم وقلبه صادق كلما ذكر بخير عزم أن يعمل واستعانى بربه كلما خوف خاف واستعاز بربه من هذا الشر الموصل إلى النار إحنا بنكلم عن آثار أكل الحرام آثار أكل الحرام يعاقب آكل الحرام بالغفلة عن المصير بالغفلة عن المصير بالغفلة عن الموت أزكى الناس وأكثرهم للموت ذكرى أزكى الناس وأكثرهم للموت ذكرى وأقلهم للموت استعداد استغفر الله أزكى الناس أنشط الناس وأجهز الناس للموت والاستعداد للموت الله سمى الموت مصيبة المصيبة الأكبر من مصيبة الموت هي غفلة الناس عن الموت وعدم الاستعداد للموت ولما بعد الموت يا شيخ والموت شر ولا الموت حق الموت حق وجاءت سكرة الموت بالحق يا عم غير السيرة دي أبدا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يجمع لعلماء والناس ويظلون يتذاكرون الموت واحد يذكر القبر واحد يذكر عذاب القبر ونعم القبر يذكر السكرات يذكر يذكرهم فيبكون وكأن بين أيديهم جنازة أكثروا من ذكر هادم اللذات يهدم لذاتك مع الأكل مع الشرب مع الزوجة مع الأولاد مع الفسح مع العربيات مع الطيران يهدم لذاتك ينقض فيهدم عليك كل ذلك فأكثر الناس فطنة وزكاء هو أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم للموت استعدادا مستعد للموت بماذا؟ بطاعة الله وقبل الطاعة اجتناب المعاصي اجتناب المعاصي الله مني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم أصلح لديني ودنيايا وآخرتي لا صلاح للآخرة ولا للدنيا قبل صلاح الدين أن تصلح أن يصلح الدين أن تجتهد أن يصلح الله دينك أن يصلح الله دينك مجموعة آسار مجموعة عقوبات الوقت انتهى مجموعة عقوبات يكفي والله رقم واحد أن آكل الحرام داخل النار يكفي أن آكل الحرام يدعو 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 وقد أخذ بكل أسباب الدعاء وجاء في جوف الليل الآخر ويقول يا رب ارزقني ما قال أولا يا رب تب علي وطهرني من الحرام لا هو مصر على الحرام الرشوة شغال السرقة شغال ظلم الناس شغال واكل ميرس إخوانه شغال ويقول يا رب ارزقني مريض يا رب شفيني مش ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف يستجاب له وقد أكل وشرب وغزي بالحرام يكفي والله كل مسلم أن يذكر بهذه وأكل الحرام أنواعه كثيرة جدا ويتكسب بوسيلة محرمة هنفرد لها لقاء خاص ليه قد يكون طبيب بيأكل حرام وبيأكل حرام قد يكون مدرس معلم بيأكل حرام ويأكل أهل بيته حرام مش كل الأطباء ومش كل المدرسين قد يكون تاجر بيأكل حرام ويأكل عياله حرام قد يكون كل أصحاب كل واحد في مهنة قد يكون بيأكل حرام وهو يشعر أو وهو لا يشعر إن أحسن الظن نقول وهو لا يشعر فإن شاء الله هذه الأنواع المحرمة داخل الأعمال الحلال سنذكرها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم ربي نسأله اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وأن تجنبنا الحرام اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة اجعلنا ممن بشرتهم في قرآنك بقولك فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة اللهم طهر أموالنا من الحرام طهر مطعمنا ومشربنا وملبسنا وبيوتنا من كل أنواع الحرام يا رب العالمين وجنب المسلمين الطيبين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا والبلاد الإسلامية جميعها يا رب من كل الشار وسوء ومكروه ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وانطرد عننا وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وإله وصحبه لزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمو يا نغمة الشراء صباحك فل وحيا يا طهر ونبغات صباحك وبيض الروح صباح الروح يا وراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة